صباح الخير او مساء الخير يا برج التور في القراءة العاطفية. خلينا ندخل على طول على القراءة العاطفية واسفل التأخير. دي تعتبر من 14 ليوم 31 بإذن الله. طاقتك حلو يا برج التور وكارتك طالع يعني ده انت في طاقتك. انت في الطاقة بتاعتك. اعتقد ان في حد قديم رجع لك. وانت زمان تقريبا كنت مستني رجوع هذا الشخص. وبالفعل هذا الشخص رجع مرة اخرى لحياتك. اه او هيرجع بهذا الشخص مرة تانية. انت في الطاقة بتاعتك. طاقة برج التور. طاقة انك مبسوط وشاعر بالرضا. انت شاعر بالرضا حاليا. وشاعر بان انت بتحبه قوي يعني. بتحبه قوي. وبتحب كمان التواصل مع هذا الشخص. ولما ما بتتواصلش معاه بتشعر بعدم الرضا. لان ده كارتك يطلع بالتواصل يبان انت بتشعر بان مثلا الحياة بحكت لك لما هذا الشخص بيرجع مرة تانية لحياتك. اه لانك بنكو ذكريات كتير قوي. وبنكو علاقة متينة يعني مش مش اي علاقة. ممكن تكونوا متزوجين مثلا. اه ممكن. ممكن تكونوا متزوجين. طيب. خلينا نشوف طيب مشاعر هزا الشريك ايه? وشايفك ازاي? وحالته ايه دلوقتي? حلو. طيب. برج التور هزا الشريك. عايزي يقدم لك يعني هدية كده. او شيء من مثلا. ممكن تكونوا انت لسه راجعين مع بعض. فهو عايزي يقدم لك شيء يثبت حسن يثبت بيه حسن نياته. بس انا عايزي اتأكد من حاجة عشان ما ازلموش. بس انا مش ازلمو يعني. اه لا ده. ده عايزي يقولك وحشتاني وتعلق. عايزي هزر معاك ويدحك ويرجع الجو اللطيف. اللي كان ما بينكو في اول العلاقة خالص بقى. لكنك اول مرة تتعرف عليه كده. وبصص لقدام اهو. وهو تقريبا عايزي اعمل ايه? لان ده كرت برضو. هو عايز مسلا ما تتكلموش في الماضي كتير. يعني مسلا ممكن تكونوا انت بتكلموا. تجب مسلا صارت حاجة حصلت في الماضي ما بينك وقالك بلاش بقى اول. سيبك من الماضي تعال نهزر. تعال نتحك. تعال تعال نتكلم مع بعض. انا بحب الكلام معك. انا بقولكو في تواصل ما بينكو قوي يعني. انت بتحبوا الكلام مع بعض. انتو بتتكلموا مع بعض حلو اقول. فهو بيحب اتكلم معك هذا الشخص. وبيحب يددش كده وتتحك وتهزر وياخد معك الكلام يعني. او او وحشه قوي. وحشه قوي جو الهزار والضحك اللي كان ما بينكم. فهذا الشخص عايز يبص لقدام بقى. يعني تعال يقولك تعال بقى سيب بقى اللي ورا بص. وبص معاه لقدام كده. تعال بص لقدام كده. تعال نخرج. تعال نتفسح. تعال تعال اجيب لك يدية. هو عايز يجيب لك يدية على فكرة. وحاجة كده حلوة يرضيك. يعني ده يجيب لك الكوباية والبنتكليس يعني يجيب لك الحاجتين. يعني انت عايز ايه يجيبهو لك. اللي انت عايز يجيبهو لك. بس هي مشاعره حلوة قوي يعني. مشاعره حلوة. هي ساوي بيج اوف باكابسل بس عشان ممكن تكون انت كنتم تخصمين او حاجة. فهو عايز يدردش معاك او كده. ولو انتم ما فيش خصام او اي حاجة ما بينكم. فهو عايز عايز يديك هدية. او هو مستلطفق قوي. قوي يعني. يعني انتم ما فيش خصام والحاجة في علاقة ومستقرة. فهو مستلطفق قوي يعني وشايفك حد لازوز و جميل وبتضحك والحاجات دي يعني. لكن هو شايفك ايه؟ شايفك ذه عامات. شايفك ان ممكن يكون بينكم فعلا القصام ولسه رجعين. وهو عايزك ترجع زي زمان الشخص الامور اللي كان بيتحك ويغذر معا على ليه بقى? لانه شايفك عمال تفكر في الماضي كتير قوي. انت عمال تعيد في الزكريات بتاعت زمان قوي. يعني شايفك ان انت قاعد كده مع نفسك متوحد. اه انت انت زي ما تكون هو انت رجعته وكده او انت في العلاقة بس زي ما تكون عندك اكتئاب او ما بقتش زي زمان. هو عايز يفرفشك. اه عايز يفرفشك. عايز خرجك يفرفشك. واش شايفك زعلان. انت زعلان من حاجة يا برجتور. انت ممكن تكون زعلان من حاجة في الشغلة او في الدراسة مثلا. وهو عايز يعمل اي حاجة. عايز يعمل اي حاجة يخليك ترجع زي زمان. الامور اللي كان بيتحك معه يهزر. اللي هو كان بيحبه. هو كان بيحب فيك الروح الطفولية دي. اللي هو كنت بتتحك وتهزره وعمل ايه بتاع. فهو شايفك بقيت منعزل قوي عنه. انت زي ما تكون عندك مسلا ايه. اه انت عملته صده يه يا برج الطور. امممم انت بتصده. انت عملته قوله كلام آآة جميد قوي. استنى بقى انا كده افهمت. انت رجعته البعض او او عموما يعني في العلاقة. وهو لما يرجع يكلمك تاني هو داخل دخلت عملي ايه ووحشني وكده وانت بتقول له وحشني ايه انت قلبت على عم ضياء من الاخر لو اتفرجته على مسلسل الوصيع انت كده عم ضياء هنا مش هتفعل ايه انت عمل تقول له استنى بقى ده انا عحسبك انت وحشني ايه انت بقى لك شهر ما كلمتنيش وبقى لك شهرين كذا فانت بقيت شخص منعزل قوي ومش عايز تكلمه هو شايفك انت مش عايز تكلمه او بقيت شخص قاسي بقيت شخص قاسي يا برج الدول اسيت عليه يعني هو شايف ان انت بقيت قاسي وما بقيتش دمك خفيف ما بقيتش تهزر معك ممكن يكون دمك خفيف زي ما انت بس انت دلوقتي منعزل عنه شوية لانك ممكن تكون بتعلمه حاجة عايز تعلمه حاجة عايز تقول له انا ما بقيتش زي زمان على فكرة وانا تغيرت ومش هصبت لك تاني وبتاعه وكده بس انت فرحان برجوع ما تنكرش ما تنكرش بقى انت فرحان برجوع وانت بتحبه على فكرة انت بتحب هذا الشخص بس ممكن تكون عايز تقول له مثلا لا انا مش كل مرة بقى هتسيبني وتمشي ممكن يكون الشخص ده من نوع اللي هو انا حسى اصل كل كروتو البيج او البيج حسى شخص طفولي شوية في مشاعره يعني لانه مش حاجة كبيرة يعني مثلا ما بيعرفش يدي مشاعر بالزبط هو ما بيعرفش يدي مشاعر كبير لو انت متحير من هذا الشخص ومفكره ان هو بيتسلى بيك مثلا عشان هو مثلا بيكلمك ممكن يكون من النوع اللي بيكلمك مرة في الشهر مثلا انا هو جد يكلمك مرة في الشهر يسلم عليك مرة وبعدين يجي لك بعد الشهر اللي بعدين يخرج معك يوم يومين تلاتة وبعدين يروح قاطع وبعدين يرجع تاني هذا الشخص بص البيج والبيج هذا الشخص مشاعره كده هو ما بيعرفش يدي اللي كده ما بيعرفش يهتم اللي اهتمام صغير يتكلم مرة يتكلم مرتين هو كده دي حياته حتى ما طلق البيج اوف كابس برضو مش البيج اوف كابس لا ده البيج اوف كابس هو كده ما بيعرفش يعمل اللي كده في مشاعره هو كده متوحد في مشاعره متخلف يا سيدي في مشاعره بس بيحبك هذا الشخص بيحبك يا. ولكن هو في مشاعره ما بيعرفش ما بيعرفش يدي المشاعر الكبيرة. انت ممكن تكون بتديره مشاعر كبيرة قوي. ولكن هم بص فتفيت فتفيت. انت تسأل عليه كل يوم هم مسألش عليك المرة مرتين. هو كده هو هذا الشخص كده. ممكن تكون بتتعامل مع حد جوزاء. برضو ممكن لان انا شايفة برضو البنتكالس هنا فممكن يكون ترابي شوية هذا الشخص. وعزراء وحود او سرطان او عقرب برج معي. وطور برضو عندنا عندنا طور برضو. طيب. زي ما قلت لك او شايفك ان انت شخص بقيت بتهتم بالتفاصيل قوي. وبقيت تدور وراه وبتاعه ولا او انت ما كلمتينيش مبارح وانت وانت وانت. طيب. هو ايه في حياته دلوقتي هو هو مستقر. على فكرة هزا الشخص بجد بقى. ما بيعرفش فعلا يدي مشاعر. هزا الشخص عنده استقلال في المشاعر. مستقل. مستقل عاطفية. يعني هو الحب مهم عنده. وبيحبك وعايزك. بس هو في حياته بيحب دايما يبقى لوحده. او يحب دايما يبقى مستقل عاطفية. ما بيحبش حد ام مش عارفة جبالك ازاي برج التور ام عارفين الشخصيات اللي هي بتبقى شغل وفسح وخرجاته كده. وعنده حد بيحبه. وهو بيحبه برضو. بس ما بيعبرلوش عن المشاعر. بس من اخر. بس كده. هو بقولك هو بيديك حاجات صغيرة قبل. هو كده وجيت نظره. بس هو مستقل دلوقتي وحياته ماشية زي الفول. زي الفول. وممكن يكون بيرتب شغل جديد. او بدأ اعمال جديد مسلا. حاجة حاجة من من النمط ده. طيب. هو نقييته معاك ايه? هو نقييته وصالحك. بص هو مش مستحمل خلص فكرة ان انت عامل الوش ده. بصراحة يعني. ومش مستحمل فكرة ان انت متعزب كده وقاعد. وحطت ايدك على وشك. وبتاع لا هو عايز يشوفك كده. فيه هو متعود من الاخر كده برج التور ممكن تكون انت اللي عودته. انت عودته على كده. من الاخر. بص بقى. انت عودته انت اللي تديله. انت اللي تهتم. انت اللي تروح له وانت اللي تكلمه وانت هو تعود. هو الشخصية دي كده. يقول لك يا ايه بل حبيبك على عيبه ومش اعارف ايه وكلام ده. فانت عودته او عودت هزا الشخص على كده. عودت ان انت اللي بتقدمه للكوباية. انت اللي بتروح له. انت اللي بتكلمه. انت اللي بتهتم. هو الشخص ده بيهتم اه. بس اهتمامه بالنسبة لك ما يجيش حاجة. هو كده. عايتي بقى مع الحياة كلها كده يعني. لو انت مش عاجبك الشخصية دي خلاص. مش مشكلة. سيبه وامشي. لكن 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 هو بيحبك. بيحبك. وشايف ان انت الشخص المناسب اصل. انت شايف ان انت انت الشخص اللي هو مش هيلاقي زيه تاني خلاص. ده 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 رفيق به اخياني. توقع مش عالك كاي. بيشعر بجانبك بالسعادة وبالانبساط وكده. هو بيحب اهتمامك. على فكرة يا جماعة بما ان فيه تجارب شخصية يعني مش ليا انا بس حواليا. فانا لقي صديقة بنفس النمض ده. ولما تقلت له انت بتهتمي بيا نص اهتمام ومش عارف ايه كده. قال لها انا يعني بحب اهتمامك. ممكن يكون ما بديش اهتمام لكن انا ما بيعرفش يعبر ممكن ازا الشخص. ما بيجي يعبر بيعبر بالهدايا. يعبر بالخروجات بالزبط. عبر بالفسح. اا لكن كلامه اهتمامه ازاي كده? لا ما بيعرفش هو يامري الليلة دي. خالص. هو يديك يديك بص خدي خمسة وسبعين جنيه روح اتليك بهم دي. هقال له انت عجيب لها دي ايه في الفالنتانة? قال له انا اديها 13 جنيه تشوف بقى تجيبي اللي هي عايزة. فهذا الشخص يدي كباية. يدي هدية. يخرج. يروح يودي سانمة. اا يجيب لك حاجة انت عايزها. بتموت فيها. لكن كلام حبه واشعاره كده? لا. هو عملي قوي. مستقل. ازا شخص مستقل في عوطفه. في مشاعره. في كل حاجة. وانت بقى يعني انفكره ما بيحبكش. عملت اقول له لا استناني بقى انت ما بتحبنيش اصلا لا هو بيحبك. بيحبك ولما بتبعد عنه ما بيتقبلش الفكرة دي خالص. لا تبعدي فين او هتبعد فين. طب هو نوي على ايه? الخطوة اللي ياخدها. هو حاليا اعتقد انه مركز على شغله قوي. اه لا بص بقى هو نوي انا مش قلت لك هزا الشخص بيدي بس بيدي فلوس يدي هدايا. هو نوي يجيب لك حاجة. خلاص كده? هلي بقى لك بقى. هو نوي يجيب لك حاجة. هو نوي يعمل اللي انت عايزه. شوف بقى انت كنت طالب من هزا الشخص ايه? هو يعمله لك. يعني انت مسلا طالب منه اهتمام هيدي لك اهتمام. والله هاتمي بك وهوريك. هو الشخص ده عملي قوي 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 يعني. وشخص ما بيحبش الكلام. يعني افعال. عامل ده عامل ده خلاص. اه فهو نوي يوازن خلاص. انا انت عايز ان انا هاتمي بيك خلاص يا سيدي هاتمي بيك. ما قلتلكه في اول اللي دقريبا قلتلك انتو ولا مين? مش عارف. مش عارف قلت القراءة دي ولا ايه? اه الشخص اللي بيتغير. احنا ممكن نكون مش بنتغير. ممكن نكون ايه اللي بيحبه الطرف التاني ونعمله. فهو شايفك ان انت عملت اقوله لو سمحت اهتمي. لو سمحت وازن. لو سمحت اللي بيتدهولك تدهوني. هو يعملك اللي انت عايزه. بس ما تمشيش ما تبعدش. انا بحبك. لو سمحت انا بحبك ما تمشيش. شوف انت عايز ايه وانا عملهولك. لكن هو لو سمحت يعني اصبر عليه شوية يا برج التور ما تبقاش شخص اللي هو يا كده يا كده. لا. لا متعملش كده. افرد هو عنده شغل عنده اولويات. ايه? انا عارف في ناس تقولك تمو فاتح هو دلوقتي وما دخلش تكلمني. مش لازم يكون فاتح بيكلم بنات يعني. اللي ممكن يكون بيكلم بنات فعلا. بس مش مشكلة. مش مشكلة يا جماعة. مبص للجانب للجانب. بيتعرف على ناس. لا. هو شخص كده يعني بيحب في صمت. هو ناوي ان هو يزبت لك. ممكن يزبت لك بان يجي يخطبك. او يرى فاتحة مع اهلك. او يزبت لك بانك مسلا يقولك ايه? انا خلاص مسلا حددت السنة الجاي علي اخطبك. مسلا يقولك كده لان هو بس عمال يشتغل. وعمال يكون في فلوس. اعتقد هو عنده حاجة في الفلوس. منع ان هو يتقدم نحوك او ان هو يخطبك او حاجة. ممكن تكون انت مطلبة بانه يجي يخطبك. او نرسم العلاقة بقى. عشان انا ازهقت مسلا او تعال اخطبني دلوقتي مسلا. فهو هيعمل اللي انت عايزها او اللي انت عايزه. لو ولد طبعا فهي هتهتمي بيك. هتهتمي بيك يا لانها مش هدين فقط جيت اخطبك. طب النصاحة بتقولك ايه? النصاحة بتقولك بطل بقى لف ودوران بقى. ها? ماشي بطل لف ودوران. والشخص ده توقم روحك. وتوقم شعلة واي حاجة اي حاجة فيها حب معك. بيحبك 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 بيحبك. برج الكوس وبرج الجوزات تتعامل مع الاتنين. بحبك قوي 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 يعني. وازبر عليه شوية برج التور. والنصاحة بتقولك صالحه بقى. ما تبقاش ما تبقاش البرج العزراء ما تبقاش كده. هتبقى كده هيمشي. هيمشي ويزال. هو بيبقى كده لما انت بتبقى بتصده. لكن هو بيحبك. بس طريقته في ازهار المشاعر ما بيعرفش. بس كده. ده اللي انا استنتجته من هزا شخص. لانه كل شيء بتقاله بيش بيش بيش. بتقاله عاجات صغيرة. لكن ده توقم روحك. ده بيحبك قوي. وانت كمان بتحبه على فكرة انتو نفس مقدار الحب. بس انت بتظهر له يعني اكتر من هو بيزهر لك. ودي كراءة حلوة بصراحة البرج التروع جابتني جدا. مش بقولك انت في تقتك. ده انت فرحانة قوي. فرحانة قوي برجوع زى الشخص انتو تحبه قوي قوي. وبتحب كمان تديه له عطاء. بتحس ان انت زي. اه لو انت بنت بتحس انك امه مثلا. بالزبط كي. بتحب تتكلم معه هو بيحبك على فكرة. وان هو يجيب لك يدية. وان هو يجيب لك يدية. طب يا برج التوري رابي قوي اللي اكرا.